اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي ها تمام جولي بالطريقة هاي كل الحلول طيب هيك منكون بتوقع يعني الحلول يعني بدا يأخذ حلول بدا يأخذ شرح للقواعد للاشي يعني نحن متمنى يعني تأخذ الحصة معنا يعني تستفيد يعني تأخذ كلمات تستفيد يعني تسلي يعني نخذ لك نفس بسيطا انت ها بتاخذ الحال يعني هاي احنا نقدم لك البيت الذكية أوكي طيب هيك جاهزي تمام هاكقدم مالكو كل الحلو طيب يعلا نروح الحين على شارح الوحدة ونبلش في وحدتنا الحلوة وحدة The World of Food ايش يعني The World of Food يالله هاد خلينا نبلش The World of Food يعني عالم الأطعمة تمام listen and repeat استمع وقعد ايش يعني كان؟ كان معناها يستطيع وبيجي معناها علبة تمام؟ شو بيجي معناها هان؟ علبة مش كان يستطيع اشي واحدة ثانية كرتون من اسم علبة الكرتون each لكل واحد ground meat لحمة مفرومة jar مطربان list قائمة ليس نقولها ليس بالعربي liter regular tomato paste طب علبة تمام؟ انظر على الصور على الصفحة التالية صفهم هاي الصور هاد خلينا نشوف اي واحدة اسمها شكلها مسيس حيفاوي بتطبخ بعض الأطعمة مش مهم شوز مسيس حيفاوي واطفالها شو بيسو هذول؟ في مطبخهم هي وياسمين يبدو انهم يفحصوا الطعام اللي هم ايش احضروا عدنان او هم يملكوا عدنان شو بيسو عدنان؟ standing in the kitchen يقف في المطبخ ويكتب شيئا ما ربما هو is writing a list of things يكتب قائمة من الاشياء to go and buy ليذهب ويشتريها طيب يال هاد خلينا نشوف ونشوف القطع شو بده تحكي listen and read find the words from activity 1 استمع واقرأ جد الكلمات من مشاط واحد مسيس حيفاوي السيدة حيفاوي could you do some shopping for me ممكن انت تعمل بعض التسوق لي عدنان fine شكرا i will make a list انا سوف اصنع ليستة او قائمة مسيس حيفاوي right حسنا i want to make some kebabs انا اريد ان اصنع بعض الكباب but we don't have any ground meat لكن نحن لا نملك اي لحم مفروم شعني ground meat لحم مفروم ياسمين how much should we get يعني كم نحن يجب ان نحضر a kilo kilo please رجاء ground meat one kilo لحم مفروم كيلو واحد there aren't any tomatoes either هناك لا يوجد اي طماطم ايضا how many should we get يعني كم يجب نحن نحضر about two kilos يعني حول اثنين كيلو and is there any tomato base يعني اهناك اي معجون بندورة no there is not لا يوجد so get a large cartoon لذلك احضر كارتونة كبيرة tomatoes two kilos بندورة ثنين كيلو tomato based معجون البندورة a large cartoon يعني كارتونة كبيرة are there any olives يعني اهناك اي من زيتون there are some يعني هناك البعض but not many لكن ليس الكثير how many would you like يعني كم انت تريد ان تحضر و تحب ان تحضر get a small jar يعني احضر مطربان ايش صغير and there isn't much olive oil وهناك ليس الكثير من زيت الزيتون so please get a large can لذلك رجان احضر علبة كبيرة two liters olives one small jar يعني الزيتون مطربان صغير olive oil زيت الزيتون one two liter can يعني لتر لليترين من علبة لتر لليترين and let's get some ice cream for everyone وهيا نحضر بعض الايس كريم لكل احد oh good oh جيد but how much لكن كم يعني كم من واحد a large tub يعني مطربان كبير no just the regular size لا فقط الحجم العادي please رجاء right حسنا ice cream يعني البوضة و regular tub يعني علبة يا حبابي هاي عادية oh and one more thing و شيء آخر buy yourself an ice cream each اشتروا لكل انفسكم لكل واحد بوضة ياسمين شكرا شكرا شو يعني القصة يا حبابي بيحشوا عن الاكل بديم يشتروا ground meat لحمة مفرومة tomato tomato paste بندورة ومعجون البندورة olive oil يعني زيت وزيت الزيتون آيس كريم تمام يعني هاي كانت الفقرة يا لطيف فقرة مهمة طيب كل واحد برجع ان شاء الله في ناس بيتذكر يعني كل اشي why are adnan and yasmin happy at the end لماذا عدنان و yasmin ساعدون في النهاية لان الماما شو قالت بدنا نشتري لكم بوضة because their mother says they can have an ice cream each لان امهم قال هم يستطيعون ان يحظوا لكل واحد بايش ببوضة وصلت الفكرة طيب يا حبابي I will get a kilo of ground meat to make kebabs for us انا سوف احضر كيلو من اللحم المفروم لاصنع الكباب لنا I think that's more than we need انا اعتقد ذلك اكثر مما نحتاجه we only need half a kilo نحن فقط نحتاج نصف كيلو we need two نحن نحتاج اثنين jars of olives يعني نحن نحتاج مطربتين احنا منقولها جرية مشان من مرطبها جرتين من الزيتون but do you want black or green ones لكن هل انت تريدين الاخضر ولا الاسود could you get one of each kind يعني ممكن انت تحضرين واحدة من كل نوع please do you use a lot of olive oil in your cooking هل انت تستخدمين كثير من زيت الزيتون في طبخك yes i do نعم انا بالضبط so could you get me a two litre canny please لذلك ممكن انت تحضر لي يعني علبة حجبها اثنين لتر رجاء and there is something else added to the shopping list milk وهناك شيء اخر لنضيفه لقائمة التسوق اللي هو الملك الحليب right حق حسنا i will get a large bottle two litre انا سوف احضر يعني قلنينة كبيرة literally we have got lots of tomatoes نحن احضرنا كثيرا من الطماطم but we haven't got much tomato paste لكن نحن ليس لدينا الكثير من شو من معجون الطماطم right nah حسنا so i will get a cartoon or tub لذلك انا سوف احضر كارتونة كبيرة علبة كارتونة كبيرة or شو tub اللي هو يعاء no لا not a large one ليست واحدة كبيرة the regular size will be 5 يعني الحجم العادي سوف يكون صحيحا تمام طيب ما علينا طيب a bag of carrots يعني علبة جزر bottle of water قنينة المه a box of apples يعني box of apples a bucket of biscuits packet basket تمام كل هذا هذا شو من قولها bottle هذا شو من قولها bag هذا من قولها box وهذا شو من قولها يا حبابي من قولها bucket 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 بسكت طيب read again and answer the question اقرأ مجددا وأجب الأسئلة يلا حبابي how much ground meat has missis حيفاوي got يعني كم من اللحم المفروم أحضرت السيدة حيفاوي and how much does she need وكم هي تحتاج هي she hasn't got any ولا عندها ولا شي هي لم تحضر أي شي she needs a kilo هي تحتاج كيلو what does she want to do with it ما هي تريد أن تفعل به she wants to make some kebabs هي تريد أن تصنع بعض الكباب are there any tomatoes and how many does she need وكم هي تحتاج she hasn't got any tomatoes يعني هي لم تحضر أي بطاة أي بطاة أي بطاة أي بطاة she needs 2 kilos هي تريد 2 كيلو is there any tomato based يعني هناك أي من معجون البندورة and how much does she need وكم هي تحتاج she hasn't got any tomato based يعني هي لم تحضر أي معجون بندورة she needs a large cartoon هي تحتاج علبة كارتون كبيرة is there any olives are there any olives يعني هناك أي من الزيتون and how many jars does she want وكم من الجرات أو العلبة أو المطربانات هي تحتاج she hasn't got many olives يعني هي لا يسى لديها أي كثير من الزيتون she needs a small jar هي تحتاج جرة صغيرة is there any olive oil يعني هناك أي من زيت الزيتون and how much does she want وكم هي تحتاج she hasn't got much olive oil هي لا تحتاج كثير من زيت الزيتون she needs a large can هي تحتاج أيش علبة كبيرة يعني ما عندها كثير من زيت الزيتون بدأ تحتاج علبة كبيرة how much ice cream are adnan and yasmin going to get for the family يعني كم البوضة عدنان و ياسمين سوف يحضروا للعائلة they are going to get a regular size يعني هم سوف يحضرون الحجم يعني regular يعني الحجم العادي how many ice cream are they going to get for themselves يعني كم البوضة هم سوف يحضروا لأنفسهم they are going to get one each يعني هم سوف يحضروا واحدة لكل واحد هاي معناها وسطة يعني فكرة الفقرة يعني يعني مش فهم عشو الفقرة يعني شو الأهمية بس ما علينا يلا نروح على الحين عشو المهم على القواعد read the questions and answer اقرأ الأسئلة وأجب are there any tomatoes يعني هناك أي بطاط أي طماطم أو بندورة yes نعم there are some tomatoes يعني هناك بعض البندورة أو no there aren't any tomatoes يعني هناك لا يوجد أي بندورة تمام is there any tomato paste يعني أهناك أي من معجون الطماطم yes there is some tomato paste يعني هناك بعض معجون الطماطم no there is not any tomato paste يعني لا يوجد هناك أي معجون طماطم طلعوا علي ركزوا يا حبابي بدنا إيش نستخدم ركزوا معي وكتبوا طلعوا القواعد ما أسهلهم تمام هاي بين شو بين some some وأني تمام شو يعني some بعض وشو يعني أنا أي تمام وكتش بحط هاي وكتش بدي أحط هاي طلعوا معي في عندي نوعين من الأسماء مصبوط في عندي إيش يسمى countable لازم تك بعرف الإشارة أكتب معي كثير مهم وأن countable طيب شو يعني countable يعني معدو معدود وأن countable يعني غير معدود طيب شو مثال على المعدود يشي بقدر أعد على سبيل المثال أعطيك مثال الزيتون مصبوط مش بقدر أعدة زي الأوليف صح أو مش صح طيب غير المعدود زي شو زي زيت الزيتون اللي هو شو هو أوليف أويال غير معدود طيب شو أم ثلاث كمان غير معدود الماي بتقدر تعد الماء طيب وكمان العصير الجوس كمان معجون الطماطم المعجون بتقدر تعد المعجون معجون الطماطم بتقدرش تعده السوائل بشكل عام أي شي سائل أي شي بنعدش يعني يا حبابي فاهمين طيب شو المعدود اللي بقدر أعده بقدر أقول واحد اثنين ثلاث تمام وصلت الفكرة يعني مثلا ولد تقدر تعد الولد بتقدر بنت بتقدر تعدها بنتين ثلاث أربع تمام هذا إشي كثير مهم uncountable هذا بتخليه عندك طيب يلا نكمل طيب شو ليش حكيت للي شي هاض أنا بقولك ليش حكيت لك للي شي هاض طيب يوم بدي أجي شو في السؤال يوم بدي أسأل يا حبابي هاي عندي السؤال عن الاسم الاسم المعدود إذا كان جامع شو بحط شو بحط شو بدي أحط شو بدي أحط أر إذا تسع الاسم المعدود وكانت كمية شو بحط أر طيب إذا بدي أسأل عن عن عندي السؤال عن عن الاسم غير المعدود شو بحط بحط أر لا هاي بحط كيها بخط إحمر شو بحط إز شو بحط إز طيب ليش أنه غير معدود تمام طيب ما فهمت شو لأي شي طيب تمام هاي من أخذ مثال يا طلع علي ساعة ما دخلنا لا في سام ولا فاني ساعةنا في السؤال يلا هاي السؤال ما نأخذ سؤال ومثال ونشوف نصح طيب هنا فرق there any olives شو معنى هذا الحك يا حبايبي يعني أهناك أي من الزيتون is there any olives يعني أهناك أي من الزيتون طيب olives أجب أطلع الأوليفز الأوليفز زتون بقدر أعد الزيتون آه أقول زتونة زتونتين ثلاث الزيتونات أربع زيتونات صح ما شو بدي أحط are ممتاز هاي شو حطينا are وفي السؤال شو منحط any تمام are there any olives تمام طيب طلعوا يا حبايبي بدي أسأل نفس السؤال بدي أسأل نفس السؤال any olive oil شو معنى olive oil يعني زيت زيت زيتون طب أنا لو ما بدي أسأل عن زيت الزيتون يا حبايبي شو بدي أحط بحط are لا هذا غير معدود مدام إنه غير معدود شو بدي أحط يا حبايبي هان is 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 there any olive oil يعني هناك أي من زيت الزيتون إذن are لمن هيا حبايبي تطلعوا معي are لمن للإش للمعدود و is لغير المعدود وصلت يعني لو بدي أجي أسأل هنحط may to base شو بحط بحط is لو بدي أحط هانا إيش بدي أحط مثلا meat تعسبين مثلا لحمة تمام شو بدنا نحط هام حط r are there any meat تمام وكذلك بنفس الطريق إذن هذا أول إشي أكتب عندك عندي السؤال عندي الإسم المعدود شو بحط إذا كان جامع r وإذا كان مفرد شو إذا كان عندي السؤال عندي الإسم غير المعدود دائما شو بحط is تمام هاي أول واحدة طيب نشرح البعدين يا الله أنت قلت ليش عنوان الدرس يلا يلا حبايبي شو باستخدمها استخدمها مع الرد الإيجاب الإيجابي أو شو بقولوا؟ الأفيرمت فيها يعني رد إيجابي بعني رد إيجابي باستخدمها مع الرد الإيجابي طيب أني مع شو باستخدمها الآن يا حبايبي؟ أني باستخدمها مع شو؟ مع الرد السلبي أني سلبي أنيسسلبي policies يعني سلبي باستخدم أنا مع الرد السلبي وصلت الفكرة يا حبابي سمع شو باستخدمها هيتطلع وبدأ علمك وياه وكتبوها لازم تكتبها عندك مع الرد شو الإيجابي وأني مع الرد شو السلبي طيب أنا في شو كمان باستخدمها مع السؤال مع السؤال تمام سواء كان إيجابي أو سلبي شو منحط وصلت طيب هات خلينا نأخذ إيش أمثي إذا سمع شو مع الإيجابي وأني مع السل مع السلبي يلا هات خلينا نخلي بس بدنا نحط أنا شو بدي أحط عليها إشارة موجب آسف سم بدي أحط عليها إشارة موجب وأني شو بدي أحط عليها إشارة س سالب تمام يعني هاتيجي مع الموجب وهاتيجي مع شو مع السالب يلا حبابي نشوف نحن نستخدم some في الرد التوكيدي يعني رد الايجابي تمام زي شو مع المعدود وغير المعدود ونستخدم any في الرد السلبي مع الأسماء المعدودة وغير المعدودة ونستخدم any في سؤال مع الأسماء المعدودة وغير المعدودة تمام وسط الفكرة يعني هيحطينا any في السؤال وحطينا any في السؤال مظبوط انا بقدر احطها طيب اذا كان الجواب yes بحط وحط some اذا كان الجواب not شو بحط any وسط الفكرة يلا نأخذ الأمثلة طيب هانا نأخذ القاعدة الثانية يلا كمان وحدة يلا هاي كمان واحدة ما أعطينا how many و how much هاي كمان طلعوا معيس كثير سهلات هذول how many طلعوا how many شو ما أعطيني كمان قبالها how much طيب كنش باستخدم هاي و كنش باستخدم هاي يلا هاد خلينا نشوف how many شو يا حبابي تستخدم مع الاسم شو المعدود و how much مع الاسم غير المعدود كيف يعني لو انت بك تسأل مثلا عن أكم من ولد هان شو بتقول how many شو يعني how many كم و how much كم تمام كم عدد معناها يعني أكم من واحد هان أكم من واحد هان تمام بس اطلع how much شو بتيجي مع الاسم ايش غير المعدود وهذا بتيجي مع شو مع الاسم المعدود يعني لو انك بديك تسأل عن how much water is there تمام شو بتقول how much لو بديك تسأل كم من واحد how many boys are here يعني كم من واحد هان موسطة الفكرة طيب نشوف كمام طيب تنساش ان هاي شو بيجي معها is و هاي شو بيجي معها R شرحناها قبل قلنا ليش R مع الاسم المعدود لانه بيكون جمع طيب هاد ما هو اسم غير معدول فدائما شو بيحط له is لانه غير معدول هاي القواعد يا شباب خلصناه طيب هاد خلينا نحط هنهان عشقة تمام طلعوا معي ونبلش نحلف شو في الامثلة هاي قواعدها كثير سهلة يعني حرام ما نجيبش فيه على مكان له هذول يا حط هنجانب بعض هاو ماتش هاو ماتش قلنا لشو يعني بحط عليها حط عليها الرمز هاو ماتش هاي بالاخطر اسف الاخطر كتبنا زي هنحط بالاصفر هاو هاذا ايش غير المعدود وهي شو مع شو مع المعدود طيب هاي شو منحط داما معها اس وهي شو منحط معها ر تمام وهي ايش قفلنا ر لهاي واس لهاي طيب يلا نخذ الامثل يلا خلينا نشوف الامثل لما سهل هند يلا هاو ماني اوليفز اوليفز بتطلع اوليش على ايش على الاسم اوليفز زتون معدود يعني شو بحطينا ماني وشو حطينا هاي وجوبنا there aren't many تمام how much اوليف oil is there هاي much مع زيت الزيتون حطينا شو is وحطينا شو much تمام طيب هايش ايش احنا جاهزين بالطريقة هاي طيب هيك احنا جاهزين في الاجوبة هاي نشوف طيب نكمل يا حبايبي نشوف الامثلة بالطريقة الثانية طيب هاي خلينا نسأل عن هاض يلا بدنا نسأل عن التفاح وعصير التفاح يلا بدنا نحط الكفراغ خلينا خذ نتدرب تمام هاي ابل جوس وهانا ايش دير وهانا شو بدنا حط فراغ وهانا بدنا حط ابل ودح ذير يلا شو معنى هاي باجي بتطلع هنا شو عندي ابل جوس عصير تفاح تفاح وهانا شو عندي ابل مش اسأل بسأل بهاو ما او غير المعدود هاي تمام شو بد احط هاي بد احط يا حبايبي هاو مچ ابل جوس تمام هاو مچ طيب في عندي كمان شغلة بظلم كاملة هاي لأ هاو مچ ابل جوس بدي احط هانا فراغ يلا مين الشاطر اللي يحط يا منحط شو يا از يا ار شو منحط از ممتاز تمام طيب يلا الشغلة الثانية نشوفها طالع ما اسهلة يلا عن ابل تفاح معدود شو بدي حط هاو شو هاو ماني ابلز طيب ابلز تفاح شو بنحط مفردول لجمع جمع شو بدي حط ار تمام بعد ابل شو بنحط اه وصلت الفكرة حبابي كثير سهلة طيب بدك تجاوب هاي اي هافنت قت شو بدك تحط هان يلا مدام سألنا بماتش اي هافنت قت شو بتحط ماتش تمام طيب لو هانا قلت اي هافنت قت شو بنحط هان الجواب ما ماني لو في الجواب شو ما سألت بتجاوب تمام اي هافنت قت ماني اي هافنت قت ماتش وهيك ايش منكون جاهزي وصلت شايفين يا شباب ما اسهلة طيب يلا نكمل بريود فور طيب كلايميت مناخ اكسبورت يصدر امبورت يستورد بروبلي محتمل بروديو سيونتيج كوالتي نوعية كوانتيتي كميس فقلت يا حبابي ما كارونا ويت قمح امريكان امريكي برازيل برازيل تشاينا صين انديا الهند ايطالي جابان يابان كويت كويت روشا روسيا تمام هذول بس بدي اكوا تحفظوه شعني كلايميت ما ناخش يعني اكسبورت يصدر امبورت يستورد بروبلي محتمل بروديوس ينتج كوالتي نوعية كوانتيتي كمية سفاقتي مع كارونا ويت قمح يعني صيب علي شو بدي اصيوي بدنا نحفظ شو بدنا نسوي فيه برنامج بخلينا نحفظ الكلمات عندي بس للأسف ما بنعطى غير بالمركز تمام ما بقدر عطي كوية على الانترنت يعني بعينكو شو بدنا نحفظ شو بدنا نسوي هل أنت تنتج كل هذه الأجزاء من هذه السيارات هنا في هذه الدولة نحن نستورد كثيرا منهم من الدول الأخرى ونحن نضع أو نجمع كل شيء مع بعضه هنا بعدها نحن نصدر معظم السيارات لدول أخرى حول العالم نحن ننمي أنواعا مختلفة من القامح في دولتنا كثير منه لنصنع الخبز بالطبع لكن نحن أيضا ننمي الكثير لنصنع السباكت هل أنت تنمي الكثير هنا في دولتك لا المناخ ليس مناسبا له إنه حار ولا يوجد هناك كثير من المطار أنا سمعت أن نستورد بعض القهوة من البرازيل هذه السنة هل هذا صحيح؟ نعم ليس كثيرا لكن ليس كثيرا فقط كمية صغيرة حسنا نحن نستطيع أن نكون متأكدين أن الجودة سوف تكون عالية جدا إنها بعض من أفضل القهوة في العالم تمام طبيحة بايبي أظل بالزمش يعني كلها بأ أنا من روسيا أنا من روسيا نحن ننتج كثير من القهوة أنا من الهند نحن نصنع كثير من الشاي أنا من البرازيل نحن ننتج كثير من القهوة تمام وأظل كليات عن البرازيل وعن القهوة والشاي والقمح طيب نيجي نطلع على هاي جابان اليابان طويلة دولة طويلة ونحيفة تمام في أقصى آسيا في الشرق من آسيا المناخ بارد في الشمال وحار في الجنوب هناك جبال تقريبا وين مكان لذلك المزارعون لا يستطيعون تنمية كل الطعام إنه تمام 126 مليون نسمة بدلا من ذلك جابان تستورد أنواع كثيرة من الطعام من دول أخرى ويت القامح على سبيل المثال الدولة تنتج كميات كبيرة من السيارات والكمبيوترات والتلفزيونات والكاميرات وأشياء أخرى شمالها جودتها جيدة بالضبط جودة جيدة وإنها تصدر هذا حول العالم يعني هذه الفقرة كانت عن اليابان وبنكتب عن الدول بالطريقة هاي ما علينا نروحها خمسة هذا الليش بيتزمش هذا بديش إياه طيب هذا إن شاء الله بنسويه المرة القادمة تمام طيب اعمل في أزواج جد وتحدث حول الدول في الاختبار طيب هات خلينا نشوف الاختبار يا حبابي ايش يعني معناه؟ اختبار الطعام والمشروبات بواسطة جولي جود طيب what do you know about the things you eat and drink ماذا أنت تعلم حول الأشياء اللي أنت بتقولها وتشربها try our quiz and find out طيب this is must be deleted take care of us take care of us ترجمة نانسي قنقر try our quiz and talk about the countries in the quiz نعمل في أزواج جد وتحدث حول الدول في الاختبار find and list seven countries in the quiz questions below جد وأذكر سبع دول في الاختبار في أسئلة الاختبار في الأسفل طيب بنا نشوف الاختبار يلا the food and drink quiz by Julie Good يعني اختبار الطعام والمشروبات بواسطة جولي جود طيب what do you know about the things you eat and drink ما أنت تعلم حول الأشياء اللي أنت بتقولها وتشربها try our quiz and find out جرّب اختبارنا وجد which country produces a lot of your tea أي الدول تنتج كثيرا من الشاي اللي أنت بتشربها your tea يعني شايك أني اللي بتنتج أكثر شيء من شايك يلا بدنا نحزر India الهند Japan اليابان Brazil البرازيل طيب أنا بعرفش وأنتم بتعرفوش طيب أنا أتوقع البرازيل هي في القهوة والشاي ما بعرف أنا بس خلينا نشوف البعديها we use wheat to make bread نحن نستخدم الطحين لنصنع الخبز which country produces the most أي دولة تنتج الأكثر يعني أكثر دولة بتنتجيش الويت أكيد اليو أس اي كاندا اللي هي كاندا USA الولايات المتحدة الأمريكية راشا روسيا أكيد إيش يا حبايبي هما بنتجوا أكثر إشي أنا بقول اليو أس اي والله أنا أكون جوابي خطأ which country produces the most olives and olive oil يعني أي دولة تنتج أكثر يعني الزيتون وزيت الزيتون China ولا الكويت ولا باليستاين الصين ولا الكويت ولا فلسطين أتقائش الصين في حد بقدر للصين يعني الأجوبة برازيل هي البرازيل grows a lot of high quality coffee but not tea البرازيل بتنمي كثير من القهوة يعني عالية الجودة but not tea لكن ليس الشاي we don't import tea from japan ونحن لا نستورد الشاي من اليابان theirs is green يعني تبحهم إيش أخضر not black مش أسود when you next go shopping عندما أنت تالية يعني المرة القادمة بتذهب تتسوق look at some packets of tea انظر على بعض الباكتات للشاي you will probably read that the tea is from India أنت سوف أو ربما سوف تقرأ أن الشاي من الهند تمام يعني شو يا أحبابي بتشاي من وين أجا من الهند canada and russia grow a lot of wheat and export some canada وروسيا بتنمي كثير من الطحين وبتصدر البعض but the usa grows and export huge quantities لكن الولايات المتحدة تنمي وتصدر كميات هائلة perhaps you had some bread for breakfast this morning or spaghetti last night ربما أنت لديك بعض الخبز للفطور هذا الصباح أو spaghetti يا جمال الخير مع كارونا الليلة الأخيرة well حسنا the wheat was probably American الطحين كان ربما أمريكي in china في الصين olives are not part of the culture يعني الزيتون ليس جزء من الثقافة so farmers there do not grow them لذلك المزارع هناك بنموش إذا مش إيهش مش الصين Kuwait is a desert country و Kuwait دولة صحراوية and the climate is bad for olive trees والمناخ سيء لأشجار الزيتون there aren't many olives from there يعني هناك ليس كثير من الزيتون هناك however على يتيحال Palestine's climate is just right مناخ الفلسطيني مناسب we produce and export a lot of olives and olive oil نحن ننتج ونصدر كثير من الزيتون وزيت الزيتون and the quality is excellent و جماعة الخير الجودة ممتازة read and continue the notes اقرأ وأكمل الملاحظات country Palestine دولة فلسطين what it will produce ما هي تنتج الزيتون وزيت الزيتون من notes يحبايب الملاحظات what produces and export a lot بتنتج و بتصدر الكثير excellent quality يعني جودة ممتازة طيب the United States شو بتسوي الويت القمح bread and spaghetti often contain American wheat الخبز وال السفقتي الماكرونة بالعادة بتحتوي الطحين الأمريكي India الهند بتسوي شو حبايبي tea most of the tea we drink comes from India يعني معظم الشاي اللي احنا منشربه بيجي من وين من الانديا من الهند طيب answer the questions اجيب الأسئلة use your notes from activity 1 to help you استخدم ملاحظاتك من نشاط واحد لتساعدك think about your answer to period 5 فكر حول إجابتك ليش الفقرة الخامسة activity 1 task 4 نشاط الأول المهم الرابع did the quiz talk about the same thing as you هل الاختبار تحدث عن نفس الأشياء اللي انت تحدثت عنها what did the quiz tell you that you didn't know before ما الاختبار أخبرك عن الأشياء اللي انت بتعرفهاش قبل طيب I learned أنا تعرفت إن كندا بتنمي الأبصر I found out the wheat in our bread وأنا اكتشفت إن الطحين في خبزنا من أمريكا طيب read the quiz again and do these tests مش مهم الإشي هذي حبايبي اقرأ الاختبار مجددا وأعمل هذه المهمات say what the underlined words refer to explain the underlined words قل ما الكلمات تحتها خطوط تعود لي اشرح الكلمات تحتها خطوط line 2 سطر الثاني there is is green تبعهم أخضر أنا ما تبع مين تبع اليابانيين T in Japan شاي في اليابان there are not many olives from there يعني هناك ليس كثير من الزيتون من هناك يعني لا يوجد كثير من الزيتون من هناك اللي هي الكويت now say what the underlined words mean الآن قل ما الكلمات تحتها خطوط تعني olives are not part of the culture الزيتون ليس جزء من التراث أو الحضارة are not things you see in China يعني مش من الأشياء اللي انت بشوفها في الصين كويت is a desert country كويت دولة صحراوية a country with a hot dry climate يعني دولة بمناخ جاف وحار however palestine's climate is just right على أي حال المناخ الفلسطيني مناسب بالضبط perfect for growing olives يعني تمام يعني تمام لتنمية الزيتون طيب working beers يعمل في أزواج make a list of food from other countries يعني اعمل قائمة للأطعمة من الدول الأخرى think of your kitchen at home and shops in town فكر بمطبخك في المنزل والمحلات في البلدة think of different kinds of food from another countries that you have seen وفكر بأنواع مختلفة من الطعام من الدول اللي انت شاهدت make a list of these things ويعمل قائمة لهذه الأشياء طيب هذا مشيش مهم طيب complete the two tables أكمل الجدولين التاليين added these words from unit 9 واضف هذه الكلمات من الوحدة التاسعة bread خبز burger can مش كان معناها يستطيحان يا حبابي كان معناها أنا علبة cartoon cartoon coffee كباب كباب litter litter olive يا حبابي زيتون سفاكتي ماكرونا تي شاي vegetable oil زيت الفضروات ويتقمح countable nouns ما يعني countable nouns الأسماء المعدودة uncountable nouns الأسماء غير المعدودة يلا شو الإش المعدود هنا يا حبابي بدك تقول لي ليش المعدود التفاح اللمونة البرغر العلبة الكرتونة الكباب طيب اللتر معدود طيب ليش اللتر معدود مش قولي 2-3 لتر olive الزيتون طيب المش معدود عصير التفاح عصير الليمون الخبز تمام من المعدود لأن إيش الخبز يعني الخبز جماعة الخير تقول bread شيء غير معدود كافي القهوة spaghetti حبابي اللي هي مع كرونة مش معدودة التي مش معدود زيت الزيتون والويت والقمح زيت الآسف الخضروة والويت القمح طيب complete the sentences use words from activity 1 make any change needed أكمل الجمل استخدم كلمات من نشاط واحد ويعمل أي تغييرات تحتاجها Can we have two burger with fries please أنا استطيع أن نحظة بثنين من البرجر بالمقالي أو الـ ships رجاء there are four of us يعني هناك أربع مننا So we would better open four cans of fizzy drinks لذلك نحن من الأفضل نفتح أربع علاب للمشروبات الغازية We will need some bread and butter with our soup نحن سوف نحتاج بعض الخبز والزبدة مع حسائنا Do you use much vegetable oil in your cooking هل أنت تستخدم الكثير من زيت الخضروات في طبخك We drink a lot of milk نحن نشرب كثير من الحليب So could you get two liters لذلك ممكن أنت تحضر لترين Get a large bottle أحضر قنينة كبيرة I would like to eat something Italian أنا أحب أن أأكل شيئا إيطالي So let's have some spaghetti لذلك هيا نحظة ببعض الـ spaghetti Find words from unit 9 that go together جد كلمات من الوحدة التاسعة التي تذهب مع بعضها البعض Ground الأرض Ice يا حبايبي جليد Olive زاتون Olive كمان زاتون Tomato بندورة Ice cream ما يعني ice cream يعني بوزة Ground meat يعني لحم مفروم Olive oil زيت الزيتون Olive tree شجرة الزيتون Tomato paste معجون الطماطم أو البندورة Complete the sentences Use words from activity 3 أكمل الجمال واستخدم كلمات من نشاط ثلاث Make any change needed اعمل أي تغييرات بتحتاجها Let's finish dinner with some beautiful cold chocolate ice cream هيا ننهي العشاء ببعض البوضة الجميلة الباردة اللي هي على طعمها شو؟ Ground meat اللحم المفروم is the most important part of dishes like kebab and kofta يعني أهم جزء من أطباق زي الكباب والكفتة On our farm we grow thousands of olive trees على مزرعتنا نحن ننمي آلاف من أشجار الزيتون We use about 15 tomatoes to make every jar of tomato juice نحن نستخدم يعني حول 15 حبة بندورة لنصنع كل جرة من عصيرة البندورة أو tomato paste هاي خطأ tomato paste tomato juice خطأ tomato paste هاي خطأ حالينا Some people cook with other kinds of oil بعض الناس بطبخوا بأنواع مختلفة أو أخرى للزيت But I think olive oil is best لكن أنا أعتقد أن زيت الزيتون الأفضل Complete the sentences with these words that often go together أكمل الجمل بهذه الكلمات اللي بالعادة تمشي مع بعضها البعض يعني منحطها مع بعضها Burgers and fries البرجر والمقالي Knives and forks الشوك والإيش والخوص السكاكين والشوك Orange and lemons البرتقال والليمون Tea and coffee الشاي والقهوة We keep the tea and coffee in two big bar jars in the kitchen يعني إحنا منخلي أو منحفظ الشاي والقهوة في مطربنات أو جرار كبيرة في المطبخ It is not very healthy إنه ليس صحيا جدا But my favorite kind of meal is burger as and fries لكن يعني نوع المفضل للوجبات اللي هو المقالي والبرجر Help yourself to food from the table here ساعد نفسك للطعام من الطاولة هنا يعني تأخذ الطعام And the knives and forks are over there والشوك والسكاكين والشوك هناك We produce two kinds of fruit on our farm نحن مننتج نوعين من الفواكه في مزرعتنا Orange and lemons والبرتقال والليمون طيب يا حبابي بدنا نكمل الحين Read sentence 1-6 اقرأ الجمال من 1-6 Kuwait is a desert country شو حطيناه؟ يعني الكويت دولة صحراوية The climate there is hot and dry المناخ هناك حار وإش؟ The climate there is bad for olive trees المناخ هناك سيء لأشجار الزيتون Perhaps you had some bread يعني ربما أنت تحظى ببعض إيش الخبز The wheat was probably American القامح كان ربما أمريكي People use wheat to make bread الناس بتستخدم القامح أو الطحين الطحين لتصنع إيش الخبز تمام؟ ويت قامح أو طحين طحين تمام؟ Look at the sentences again انظر على الجمل مجددا Choose the best way to complete the statements اختر أفضل طريقة لتكمل التصريحات In sentences 1 في الجمل الأولى والرابعة اللي هي تابعت الكويت والرابعة كانت تمام تابعت البريد إحنا نستخدم يا أه يا أم أو سام عندما إيش بدنا نسوي نتحدث عن إيش عن شيء جديد تمام؟ إيش أنا ما بعرفه شو بستخدم؟ يا أه يا آن يا إيش يا سام تمام يا حبايبي؟ طيب In sentences 2 & 5 في الجملة إيش 2 و 5 We change to نحن منغير لشو يا حبايبي؟ لذا طب ليش غيرنا لذا؟ لأن الإيش المستمع شو صار؟ صار يعرف عن الإشي هاي the climate in koweit تحدثنا عنه قبل تمام؟ and the wheat in the bread وإيش القمح والطحين في الخبز In sentence 3 في الجملة الثالثة والسادسة We are talking about all things in a group نتحدث عن كل الأشياء في مجموعة olive trees or wheat and we is نستخدم حبايبي Do not add anything نتحدث عن الجمع من حقش ولا إشي تمام؟ كمان مرة أهم نستخدمها قبل الاسم المفرد المعدود النكرة ولا تأتي قبل الاسم الجمع أو غير المعدود تستخدم أن قبل الاسم المفرد النكرة الذي يبدأ بحار فعله أو إذا كانت الصفة قبله تبدأ بحار فعله تستخدم ذا في حالتين إذا كان المذكور في الجملة سابقاً وإذا جاء بعد الاسم إنه شو معار معرف تمام؟ إشي حقيقة عامة معار معرف شرحنا هذا في الجزء الأول يا حبايب وفيش إشي جديد هنا يعني ذكرنا نفس الإشي تمام؟ طيب هاي وركين بيرز يعمل في أزواج انظر تذكار وصف الفواكه والخضروات انظر على الصور لوقت قليل انظر على الصور لوقت قليل انظر على الصور لوقت قليل بعدها أغلق كتابك واختار أدواراً لتقول ماذا أنت رأيت هناك كان برتقالة شو حطنا لها الآن؟ طيب ليش حطنا لها الآن؟ لأن الحرف الأول عل عل yes and there were some carrots وهناك كان بعض إش الجزر هاي حطينا الشي هبايب باسم right حقص حنا and we saw ونحن رأينا وبتكمل طيب now talk about everything again الآن تحدث حول كل شيء مجدداً هاي مجدداً شو بدي أحط بتصير ذا؟ تمام ذا منحط بدأ الآن صار ذا was on the left yes and the كاروسة شو حطينا كمان ذا؟ يوم بتحكى عن الإش حبابي كمان مارو شو بأحط ذا؟ طيب working bears use the words from the boxes to make statements اعمل في أزواج واستخدم الكلمات من البوكسز المربعات هذول لتعمل تصريحات ground meat يا حبابي لحم مفروم طيب شو بأقول kebab ground meat يعني لحم مفروم كباب ground meat يا حبابي تمام يعني برغر لحم مفروم milk butter تمام يعني زبط الثيش يا حبابي الحليب طيب milk cheese تمام milk cheese يعني حليب الجبن wheat bread يعني خبز الطحين القمح wheat spaghetti اللي هي قمح اللي هي قمح اللي هي أو طحين أو قمح اللي هي الماكرونة طيب we use ground meat to make burgers نحنا منستخدم اللحم المفروم لنسوي ايش البرجر we also use ground meat to make ايش الكباب سوحنا نستخدم اللحم المفروم لنصنع ايش الكباب وكذلك ونبلش طيب i saw a boy the boy was eating i eat an apple the apple was delicious we played game we played some games the weather in kuwait is a desert climate we visited we visited Nablus yesterday ما حطوش ولا ايش احمد wrote a story the story was about an animal sami bought an umbrella the umbrella was red we make bread from wheat ما بحطوش ولا ايش we make bread from wheat huda bought a nice dress my brother had an old had some old tables بعض ايش الطوايل القديمة تقدر تحط all the tables لحال مش غلط طيب how many chicken legs are there يعني كم اقدام الدجاج هناك او اوراك الدجاجة جماعة الخير there aren't very many of those يعني هناك ليس كثير من اولاك يعني فيش كثير من هذلك right so we need to get some more لذلك نحن نحتاج ان نخضر اكثر yes let's get 2 kilos more نعم هيا نخضر 2 كيلو اكثر تمام طيب write your shopping list then use it to say what you are going to get اكتب اللي ستابت التسوق بعدها استخدمها لتقول ماذا انت سوف تحضر we are going to get 2 kilos of chicken legs نحن سوف نحضر 2 كيلو من اقدام الدجاج and we are also going to buy ونحن سوف ايضا نشتري شو كمان بك تشتري مثلا 3 litre of orange juice ثلاثة لتر من عصير البرتقال طيب هذا مهم complete the statements ادد اه or ان سم ذه or nothing اكمل الجمل اضف يا اه يا ان سم بعض يا ذه اول اشي طيب I am hungry انا جاء I would really love a burger and some fries طيب ليش هنضفنا اه لان البرجر مفرد وحجيت عنا قبل ما حجيت عنا قبل تمام سم فرايز لاننا جاء جامع بعض المقالي people in japan offer a drink يعني الناس في اليابان بالعادة بيشربوا green tea طب هذا معدود مش معدود بحطش ولا اشي والبلاك تي مش معدود كمان بحطش ولا اشي طيب these two kinds of rice are both very good يعني هذ النوعين من الاروز يعني جيدات جدا but لكن the rice هاي لان ايش انذكر انذكر الرئيس قبل شو بحط the i bought was more expensive than the rice i bought today حطينا ذا لان الرئيس اتكررت we all know that هاي كلنا بنعرف ان شو fruit the fruit madame the fruit and vegetables are an important part of a healthy life طيب هاي يا حبايبي بتقدر تحط the يعني مش غلط that the fruit and vegetables تقدر لان كلنا we all know بتقدر تحط that بتوقع ان ذا بتيجي اصح ممكن تحط we all know that fruit and vegetables مش غلط يعني an important part ليش حطينا ان لان في اي part و اه هحطينا اه لان مش مذكور قبل healthy living طيب you can get milk ليش محطينا شو لا ايش لان غير معدود in ايش in large اه لازم هنا نحط اه large اه مدام sizes جمع تمام لان في sizes يا حبايبي بحط شو لا ايش طب لو بقى size بحط اه تمام هانا جمع فعشان ليش محطينا شو لا ايشي we usually buy the large size واحنا بالعادة نختار الحجم الكبير هايذا حطيناها لان نذكر ايش قبل excuse me but i'm trying to find the green grossers can you help يعني عذرا لكن انا احاول ان اجد يعني green grossers يا جماعة الخير اللي هي بقالة ايش للطعم الاخضر can you help ممكن ساعدني yes of course the nearest هاي مدام عدناها شو حطينا يعني اقرب يا جماعة الخير بقالة للخضار ايش ليست بعيدة جدا it's about a hundred meter يعني هنها حول ايش يا حبايبي meter يعني واحدة واحدة مدام حطينا meter لان انا ببحث ايش عن متر مش المية along this street on the right على الاتجاه تمام على ايش اليمين the right L right يمين the L تمام وصت فكرتها حبابي يعني هذا اللي اخذ القبل يعني بتوقع الامر تكون معها سهلة okay working beers offer each other things to eat and drink اعمل في ازواج واعرض لكل بعضكم البعض اشياء اللي توكلوها وتشربوها which would you like you can have an orange or some grapes يعني ايوم انت ترغب اي واحد انت بترغب انت بتحظى عن البرتقال او بعض شو العنب oh i would prefer the orange please يعني انا افضل البرتقال رجاء fine here you are حسنا هنحن هنا thanks i love orange شكرا انا احب البرتقال طيب نكمل look at different parts of the poem and answer this question انظر على اجزاء مختلفة من القصيدة واجب لهذه الاسئلة what does the first line of each verse say يعني شو ايش الا الصدر الاول لكل القصيدة بيحكي thank you شكرا لك look at the title انظر على العنوان what do you think it means ماذا يا ماذا انت تعتقد انه يعني شو يعني العنوان يا حبابي طيب شو يعني العنوان ها ما فيش عنوان thanks giving يعني عيد الشكر تمام او اعطاه شكرا للي اعطاه هيك معنى it means to give thanks to god for everything we have بالضبط عيد الشكر انه يعني انه يعطي شكر لله لكل شيء نحن لدينا who do you think the point is thanking a friend perhaps من تعتقد ان الشاعر بشكر صديقة ربما لا بشكر شو الاله لان ايش بشكر الله لانه المعال تعطي ايش هيد الشكر طيب مش مهم هاذا الاشي thank you for all my hands can hold apples red and melon's gold yellow corn both ripe and sweet peas and peas so good to eat thank you for all my eyes can see lovely sun light field and tree white cloud boats in sea deep sky soaring bird and butterfly thank you for all my ears can hear birds song echong far and near songs of little stream big sea cricket both rock duck and bee هذا ايوي استوك هايه القصيدة مش شيء مهم يا حبا ايوي يعني مش راح يجي في امتحان بس البده يقرأها يقرأها هاي الاشياء اللي بيسمحها ثلاثة الاشياء اللي بيقدر يشوفها في الطبيعي وكلها واحد الاشياء اللي بيقدر يشوفها اثنين طيب بيقدر الفراشات يا جماعة الخير ومنظرنا مكاملين بهاي الطريقة تمام اللي كريكيت هانا شو اسمها هذو بيقولها الجندب طيب تحدث عنها المعاني للمعاني الأخرى الكلمات الأخرى ثم تكتب المعاني لهذه الكلمات الجديدة كورن ذرة تمام رايب ناضج يا حبايبي صورنج يعني يحلق عاليا هيك معناها هاي شو معنى something that people grow and use for food يعني شيء الناس بتنمي وبيستخدموا للطعام already grown and ready for harvest يعني حاليا نامي وجاهز للحصاد اللي هو ناضج رايب صورنج فلاينج فاست and high in the sky بطير بسرعة وعاليا في السماء تمام طيب باكت علبة something to put things in ايجي فود could you get a bucket of pottery please يعني ممكن انت تحضر باكت من الزبدة رجاءة آيس ثل جليد وآيس كريم بوضة تمام طيب هذا كاونت بالمعدود uncountable غير معدود هذا uncountable غير معدود وهذا countable معدود تمام طيب هذول ايشي حبايبي شو بدنا ندير بالنا عليه ان هذول يا حبايبي في بعض الاسماء شو ما لها ممكن تكون معدودة وغير معدودة حسب المعنى مثلا آيس كريم ودك تحكي عن البوضة اذا قصدك يا جماعة الخير يعني زي ما بقولوها corn of ice cream يعني زي ما بقولوها صح انبوضة بكون معدود اما يمكنك تحكيها بشكل عام ان احنا من شو منسويها او كذا بس كون ايش غير معدود حسب المعنى صعب هذا يجي في امتحان بس احنا منحكي بالطريقة هاي طيب اكمل النص حول الطعام الايطالي اضف موضوع الجمال للفقرات الصحيحة and now let's start cooking this fantastic italian mean والان هيا نبدأ في طبيق هذه الوجبة الايطالية الرائعة traditional italian food is very healthy يعني الطعام الايطالي التقليدي صحي جدا let's look at things you need for a great spaghetti dish هيا ننظر على الاشياء اللي انت بتحتاجها للطبق الايطالي الماكرونة طيب change the forms of nouns in bracket where you need to غير الاشكال للأسماء في الأقواس عندما انت تحتاجه think are they uncountable or countable يعني اهم غير معدودات او معدودات and are the countable singular or polar واذا المعدود يا حبايب مفرد او جمع decide what words go with them وقرر اي كلمات بتمشي معهم ah, an or some, that or nothing طيب italian people eat a lot of fruit and also a lot of vegetables and these are excellent they use things like tomatoes and lemon in hundreds of traditional dishes الناس الايطاليين بوهلوا كثير من الفواكه وكثير من الخضروات وهذه ايش ممتازة هما باستخدموا اشياء زي البندورة والليمون في مئات الاطباق التقليدية to do this in the Italian way لنفعل ذلك في الطريقة الايطالية we will need a cartoon of tomatoes based يعني احنا نحتاج لعلم لكارتونة من جماعة الخير المعجون البندورة and we will also want some green peppers ونحن ايضا سوف ايضا نريد بعض الفلفل الاخضر and some onions 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 and some spaghetti about half a kilo يعني نحن ايضا نحتاج بعض الماكرونة حاول نصف كيلو first clean the green peppers and cut them up في الاول نظف الفلفل الاخضر وقطحهم then cut up the onions بعدها قطع البصل after that بعد ذلك you are ready to start cooking يعني انت جاهز نك تبلش تطبخ when the olive oil is hot يعني عندما زيت الزيتون حار you should add the onions انت يرجب نضيف شو البصل the green peppers يعني الفلفل الاخضر and a little later the meat when this has cooked عندما هذا يطبخ it is time to add the tomato base انه الوقت ان نضيف معجون البنى دوره طيب working groups talk about your favorite kinds of picnic food اعمل في مجموعات تحدث على عنواعك لانك تحب تأخذها في نزهة طعم تحب تأخذها في نزهة I like shoo kebabs I love burger I prefer chicken I'm my favorite I'm happy with بدك ايا يعني تساول بدك ايا talk about food and drink for the classic picnic تحدث حول الطعام والمشروبات يعني التقليدي جماعة الخير بدنا نروح في نزهة تقليدية طعم النزهة التقليدي let's مثلا make some cheese and sandwiches I think we should get a melon we will need to take lots of orange juice بالدكية I agree let's do that أنا بوافق هيا نفعل ذلك I'm not sure أنا مش متأكد let's take some lemonade هيا نأخذ بعض الليمون بدلا من ذلك وبتكمل طيب talk about the quality and added them to your list تحدث حول الكمية وضيفهم لقائمتك how much orange juice should we get يعني كم إحنا من عصير البرتقال نحن يجب أن نحضر how many cakes had we better make يعني كم من كعكة إحنا من الأفضل نسويها I think we probably need about five kilos يعني أنا بعتقد أن نحن سوف نحتاج حول خمسة كيلو وحسب كل وحدة وبتكتبها طيب أقول لك وصوي ليستا بالطريقة هاي طيب give different jobs to a different people أعطي غظائف مختلفة لأناس مختلفة can someone get fruits يعني ممكن أحد ما يحضر الفواكه who will buy the drinks من سوف يشتري المشروبات who would like to make sandwiches من اللي برغب يصنع الساندوشات I can and I will do that أنا سوف أفعل ذلك I think I should أنا أعتقد أنا سوف أفعل ذلك report your plan to the class يعني كما قلوها سجل خطتك للصف أو قرر خطتك للصف أو دون خطتك للصف take turns to say what you are going to do خذوا أدوار إنكم تقولوا ماذا أنتم سوف تفعلوا تمام وبتمشوا لأمور we are going to get five cartoons of orange juice and five bottles of lemonade we're going to take five cartoons of orange juice and five bottles of lemonade وتكملوا بنفس الطريقة طيب صراحة آخر شيء ليس كثير مهم يعني ماذا قلوني كنت مستعجل بس هو ليس مهم بطريقة معينة إذا في عندك أي سؤال يعني راح أجابك صراحة آسف يعني بطريقة هاي طيب أوك يا حبابي نشوفكم إن شاء الله في الوحدة القادمة قريبا بالتوفيق إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو للذي يريد أن يتعلم ويتحدث الإنجليزية بطلاقة ويصبح متميزا في الرياضيات مهما كان المستوى الحالي له خصوصا لطلاب التوجيه هذه فرصة وتجربة رائعة لكم فإن لم يكن لك اهتمام بهذا فهذا الفيديو لن يفيدك ولا تضيع وقتك به انظر لهذه الكتب إنها مملة لا أحد يحب قراءة هذه الكتب حتى مستر سلطة لا يحب قراءتها إنها طويلة ومملة وجامدة سوف أعطيك المفاجأة قد تغير وجهة نظرك عن عملية التعليم لقد أنضيت أكثر من ثلاث سنوات في عمل برنامج لتعليم الإنجليزية والرياضيات لنحول هذا الكتاب انظر لقد تحول إلى شخصيات ورسوم متحركة أريد أن أطرح عليك سؤالا بسيطا لماذا عندما نشاهد مسلسلا أو فيلما مدة قد تصل إلى ساعتين نستطيع أن نتذكر معظم أحداث هذا المسلسل الجواب بسيط الدماغ يتذكر الصور أكثر بعشرين مرة من تذكر المعلومات العادية وهذا ما يقوم به برنامجي يحول المعلومات إلى صور أنا عالم ما تفكر فيه يوجد الكثير من المدرسين للرياضيات واللغة الإنجليزية فما الذي يجعلك تتميز عنهم؟ وهذا سؤال رائع سأعطيك أربع أسباب وأنا أعني كل كلمة فيها لماذا عليك أن تفكر في عرضي لك؟ السباب الأول من يأتي عندي يحصل على قطعة حلوة السباب الثاني هناك فترة تجربة مجانية للبرامج التي قمت بعملها فأول أسبوع هو مجاني بالكامل وبعده سيكون القرار لك للمتابعة أم وللأسف للرحيل السباب الثالث أنا لن أستقبل لا عشرين شخصا ولا حتى عشرة أشخاص ولا حتى ثمانية أنا أستقبل فقط ستة أشخاص كحد أقصى في الحصة لكي أراقب كل طالب على حدة وأعلم نقاط قوته وضعفه السباب الرابع وهو الأهم وأنا أعني ما أقول لن يتم دفع أي مبلغ من المال في حال لم يرتفع مستوى الطالب بشكل ملحوظ عندي أي إذا لم يستفد الشخص فلن يدفع شيئا لقد أنضيت أكثر من ثلاث سنوات حرفيا في العمل على هذا البرنامج لتعليم الرياضيات واللغة الإنجليزية فأنا أضمن لك مهما كان مستواك بأنك ستصبح من أفضل الطلاب في المدرسة لقد تابعت الفيديو لهذه المرحلة وهذا يدل حقا على أنك مهتم بهذا الموضوع وأتمنى حقا لك مستقبلا مشرقا ولذلك يوجد هدية لك أنا شخصيا أؤمن بأن التعليم يجب أن يكون في متناول الجميع بغض النظر عن الحالة المادية للشخص ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل مادية ولا تملك المال فلا مشكلة تعال إلي فئة الحبر المتوهج وهو اسم المكان الذي أدرس فيه وسوف أعطيك بالمجان لقد قمت بعمل هذا البرنامج بكل الجود والحب بداخلي أتمنى أن هذا الفيديو لم يكن مملا أشكركم جميعا على المشاهدة أتمنى لكم يوما طيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته